من هو رشيد نكاز؟ هو رجل أعمال وناشط سياسي وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية لسنة 2014 كان يحمل الجنسية الفرنسية ثم تخلى عنها ولد في التاسع من جنب سنة 1972 بفيلانوف سان جورج بفرنسا لأبوين جزائريين استقروا في فرنسا ما هي قصة رشيد نكاز؟ نكسة رئاسيات 2014 لم تدمر عزيمة رشيد نكاز خاصة وأنه خرج من السباق وهو يزعم أن السلطة خطفت الاستمارات التي جمعها لاستكمال ملفه قبل ساعات من إيداعها لدى المجلس الدستوري وهي القصة التي أضفت بعض الفكاهة على المشهد الانتخابي الجزائري أنذاك عادا كاز ليتصدر المشهد الانتخابي فخلال احتجاجات الجمعات 22 من مارس بدأ يلوح للمتظاهرين من شرفة مكتبه بالعاصمة الجزائرية لكن سرعان ما قفز إليهم من شرفته بمشهد وصفه الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بأنه سبيدرمان الجزائر وفي مقلب آخر لكنه هذه المرة لم يكن واحدا فقد خرج على الصحفيين مرشح لم يراه أحد من قبل يدعى رشيد نكاز اتضحت تفاصيل المسرحية التي قام بها رشيد نكاز بعدما قام ببث مباشر على فيسبوك وشرح في الفيديو كيف تمكن من مراوعة السلطة بالخطة با كما أسمها وذلك نفع نكون بستراتيجية إن شاء الله ندوها أن نكون مودي الحملة تعوه همتوني؟ هو ميبانشقا كيف الرئيس تحب ميبانشقا أنا برقل نبان بالأسمة تعيني كاز رشيد وإن شاء الله ندروا الحملة وإن شاء الله نربحوا إن شاء الله دي جويت أفغير إن شاء الله اللي رجاي وكيد ديها كيد ندوها إن شاء الله واش ندروا نعدلوا دستور في سيمانة ندروا منصب نائب الرئيس أنا نكون نائب الرئيس وكيد نكون نائب الرئيس هو يسهب إداميسيوني ولا ينوني الرئيس فمتوني ولا لا هذه هي استراتيجية سياسية تابعونا غدا في حلقة جديدة عن قصة الاتصالات الهاتفية التي أمطر بها الجزائريون مستشفى جنيف أين يرقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة